بقى ندخل على طول في سياق حلقتنا النهاردة واحنا النهاردة عندنا ان شاء الله ماتش مهم جدا امام الدخلية لو حضراتكم واخدين بالكم احنا من اول انطلاق منافسات النسخة دي من الدوري ايا كان الماتش اللي بنلعبه ايا كان الفريق اللي احنا منلعبه حنواجه الدخلية حنواجه الخارجية ايا كان الفريق منافس مين احنا بقينا نقول ايه عندنا مباراة مهم عندنا ماتش مهم ليه لان بطبيعة الحال خلاص يعني يمكن الموسمين اللي فاتوا اثبتوا ان ما فيش ماتش مش مهم ان ما عندناش مباراة مش عايزين نحصل من خلالها على التلات نقاط اللي يدعمون واللي يعني يسبتون اكتر في صدار الترتيب الدولي احنا النهاردة عندنا ماتش الدخلية طبعا ضمن منافسات بطولة الدولي الممتاز الفريق اختتم استعداداته امبارح بيه تمرين على ملعب مختار التيتش وكمان كان فيه مجموعة تدريبات بدنية واحمال وحصلت تأسيمة بين اللعيبة وكمان كان فيه محاضرة فنية عن الجوانب الخططية المتعلقة بهذه المباراة طبعا كل ده بيحصل في اطار تجهيز الجميع بالشكل المناسب للقاء الدخلية الاهلي بياخد مواجهة الدخلية وهو متصدر ترتيب مسابقة الدولي الممتاز برصيد اربعين نقطة حتى الان كمان تم الاعلان عن طاقم تحكيم هذه المباراة وبالمناسبة هيدرها محمد معروف حكم الساحة وطبعا اكيد بنتمنى لفريقنا كل التوفيق في هذا اللقاء ان شاء الله